والذي بتتكلم عن موضوع إقالة جمال الغندور وخلال الأيام السابقة كان فيه كلام على أن جمال الغندور سيتم إقالته سيتم تعيين كابتن سمير محمود عصمان مكانه في رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عمر الجناني رئيس اللجنة الخماسية قال أن كلام هذا غير صحيح وأن الرجل جمال الغندور مكمل في مشواره كرئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الحالية لكن الأهم لو كابتن جمال الغندور مكمل يعني يتم معالجة أخطاء الحكام يتم حسم ملف الفور تصرحاته لما يتكلم مع الإعلام ويتكلم مع الجماهير تبقى تصرحات واضحة يعني فهم اللي هو يقول لك حاجة أكيدة هتحصل فده أمر مهم جدا الفور بنسبة كبيرة زي ما أنت حركوا عم دارة أعمل سابقة خلاص في الدور التاني الأهم كمال لما يبقى الفور موجود مستويات الحكام يتطور علشان يساعدوا في نجاح التقنية ممكن التقنية يتابع عندك لكن مستويات الحكام ما يساعدكش فده أمر مهم نتمنى لهم يا رب كل التوفيق لأن كله في صالح الكرة المصرية أنا هروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نواصل بعض الأكبار المحلية والعالمية استنونا